السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل بقى مع بعض. اه خلاص احنا فصلنا وعملنا الايه بو ايه اللي احنا نشتغل عليها. اه خلنا بقى نكمل ان احنا عايزين نحفظ ده. ايه بقى ايه توكن زي ما احنا عارفين. والجي دابلو توكن. ده المسؤول اللي هو اصلا بيعرض لك ايه حاجة عشان اكد ان رجل ده لوجين وبياناته ايه? ماشي. فانت دلوقتي يا سي دي عايز آآ آآ اسمه ايه? آآ عاوزين ان احنا آآ ايوة. نرى ان بقى من الاول. عايزين نعمل ايه بقى? احنا عايزين نحفظ اول حاجة الداتا بشكل مؤقت في الجهاز. ده مش هيتحفظ اولاين هيتحفظ في الداتا. عشان نبقى اللوكال ونعمل لوجه اوت وخلافه. فعندنا عشان تحفظ الداتا في الجهاز لشكل مؤقت راما داتا مش كبيرة. طبعا داتا كبيرة بتحفظ بسيك واللايت. آآ انواع دات. انما دي انت بتحصل بصة قيمة معاينة انت عايزة تبقى موجودة. ايه مسلا او او حاجة من الحاجات دي. فاحنا عندي لحاجة اسمية دي مسئولة ان هي بتحفظ لك الحاجة طول ما التطبيق موجود في الجهاز. ماشي? طيب نستخدم ازاي ده وبنحفظ فيه. اول حاجة دي ما كتابة. فهنروح هنا نكتب. آآ خلونا عشان نجيبها الجنب كده. ماشي. اهي اول واحدة هتجدنا. لا هي موجودة هنروح زي ما احنا عارفين نعمل لها نستول. ناخد الاسم بتاعها نروح لباب سبيك دوت يامل تحت اشت بي. كنترول اس نعمل باب جيت. نروح يا سي دي الايه? طبعا هو بقول لك ما كما انت هتستخدمها هعمل ده. طيب تمام. انا اول حاجة اول حاجة هو بقول لك هو عشان تستخدمها تعمل ايه سي دي? اول حاجة يعني هو حتى بقول لك ايه? هو عمل هنا كمثال انت باختصار بتعمل انبورت المكتبة وبتعمل عنصر تحط فيه. وعنصر تاني تجيب من يعني بتست وبتجت زي ما بيقول طيب خلونا نشوف خلونا نشوف هو عامل هنا مسلا انا اهو ده بيست وبيجي التركب مسلا. مش عامل الالية دي طيب احنا هروح نستخدمها فين? اول حاج خلالا نستخدمها في اللوجن مسلا. اللوجين. طب نعمل ايه? هنعمل امبورت ليها? طبعا ما جابتش اي اخطائق بها تثبتت تمام? قول وثقات وخلاص تمام? اه هنعمل ايه بقى? احنا طبعا عايزين نضيفها لما نعمل لوجن. فهروح على الدلة اللي بتعمل لوجن. ماشي? خدوا بالكم. ان احنا هنستخدم الدلة دي كتير. بس خلالا نعملها برا الدلة دي هنستخدمها كتير الستة والجت. ماشي اهمسا مش كتير يعني هنستخدمها وبنيجي الوجن او الرجستر عشان نتحول على طول على الهوم ولما ليجي نجيب داتا هنحتاج نجيب القيمة اللي فيها فهنحتاج نستخدمها بكتر من مرة فهنعملها في ملف برا مش نعطا في ملف بس خلونا نجيبها دلوقتي بس من الملف اللي احنا هنعمله ده وبعد كده ايه خلانا نصغر دي شوية ماشي عشان نكبر دي شوية ماشي تمام اهو نقفل ليه احنا عايزين هنا بعد اهو ده هنضيفه البدي او البد التوكن ماشي طيب انا هعمل هنا مثلا هيبقى فارف اسمه توكن وده المفروض هيساوي يا سي دي يساوي ده كده ماشي احنا حافزناها دلوقتي اجيبناها هنا فيش مشكلة طيب انا عايز بقى احطه في حاجة ماشي طيب هنروح نعمل ايه بقى هو هنا بقول لك ايه بتروح تعمل انت بتعمل عنصر اهو بتاخد بتعمل عنصر من نوع ماشي اسمه بريفرنس هو مسميه كده انت ممكن تسمى اي حاجة انا انا مثلا هو انا بحب صراحة بفضل كده بريفرنس اللي هو من شرد بريفرنس اه ماشي 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 ده كده مهمته انه هو يجيب لك اه يعني اقول لك ايه حاوية تبدأ تستخدم الخاصة اللي فيها كأنك استطيع كل الدول اللي جواه المكتبة اللي احنا عزينا بيه وباقتصار بقى بتعمل ايه انت لو جيت للبريفرنس ده هتقول له دوت ماشي اه جواه حاجات كتير جواه جيت اهو جيت بول جيت دابول جيت انت لو ده هتجيب احنا دلات عايزين نعمل ست فانت تقدر تحط فيه دابول حاجة تقدر تحط فيه سترينج 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 حاجتي انا تحوز حط في سترينج مسلا بتدينه كيه بقى انا كيه ده هسميه زي ما هو مساميه مسلا انا هسميه ماشي والفاليو هنا هتبقى هي عبارة عن ايه عن التوكن اللي فوق ده ماشي انا كده المفروض حفزت حفزت التوكن دي تمام انا المفروض كده حفزت التوكن دي في في ايه في كيه اسميه توكن اللي ان لو في كيه تانية فيش ملكة طاية ادي وقت باقي ستدي مش عايز ده ماشي عشان هتأكد ان هو اضاف ايه سورة اني عملت ايه انا عايز مش عايز ده ماشي انا عايز بقى اطبع عايز اطبع ايه عايز اطبع التوكن دي دلوقتي بعد اما اخدتها ماشي اه طبعا انا مش هبعتها في القيم هي هروح هنا هاخد ده بردو كده بالتروسي للهومبيتش هنروح هنا نعمل ايه نروح مسلا للسكافول دي ده هقول له البادي بتاقي هقول له هقول له هنا ماشي انا عايز اقول له انا عاوز ماشي هقول له هقول له عندنا مسلا سنتر وجواها هيبقى في تي كست التشايل بتاعه تي كست واستنوا بقى شوية هقول لكم بقى احنا عايزين نعمل ايه احنا عايزين نجيب نعمل البتاعة هنا فاحنا هنيجي هنا في الانت ستت هنا ماشي ونعمل عنصر اسمه نعمل واحد تاني اللي هو البريفس اذا طبعا هو معترض عايزين نجيب المكتبة تمام هو هنا المفروض دلوقتي يبقى عندنا بريفس وده طبعا دي مش هينفع اتقدم ايه انفعش تبقى سينك اصلا ماشي هنشوف هنشوف المهم الوقت عندي بريفس اهو ماشي انا لو جيت هنا مع اسملا وقلت له بريفس او لا ماشي خلان انا عمل هنا سترينج هيبقى اسمه توكن مسلا ماشي يقول سترينج ده فاضي ده هو بس سترينج انا هنا بقى اقول له يا سيدي بقى هنا بعد الانت ستت المفروض هنا برضه اقول له ان التوكن اللي فوق ده هيساوي البريفس ضد اه اه جيت جيت سترينج مش هنحنا 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 نسمينه هناك توكن ماشي ونعمل كده ونيجي هنا بقى المفروض نطبع ايه التوكن اللي فوق ده ماشي طبعا احنا لازم نقفل ونشغل تاني عشان المكتبة دي بتحتاج بتحتاج بتلعب في الاستياتين تلوقتي طبعا انا ببقى اني المفروض حافظت انا انا فاكر ابي بس دي خلي بس يرن خلي انا نجيب برضو الاجزام باللي هنا عشان شرح شوية حاجات حلوة هنا هو عامل من مكتبة هوت وعمل هنا حتى ده اللي احنا هنعمل له اصلا نعمل دا والبقى هي اللي بتاخد دا وبترجع دا فده المفروضة هوت ماشي احنا نشوف خلينا في اللي احنا ايه بنعمله فين ال بسم الله فين ال هو احنا هنعمل ايه بقى ان اخد دا كنترول اكس احنا نعمل ايه بقى ان اخد دا كنترول اكس وهنعمل دا وهنعمل دا وبعد كدا نديها ماشي هنعمل دا هنا هنسمىها مثلا جيت توكن ماشي ونحط فيها دول ونحط فيها كنترول اكس ما ده هنا ده ينفع ان انت نتخليها اسينك ماشي و نقوم بالإنت state و نقوم بالجت توكي هنروحين على اللوجين بيبوكسري ماشي هو دلوقتي عايز دي بقى انا ممكن انا ما شلش ال ممكن عشان عشان انا عامله هنا بس ده مش فوق position 10 field none وجدش توريجني كده ده ده ممكن عشان طيب هقول له حاجة انا هقول له لو التوكن not equal 0 رجع المفروض يرجع text مثلا loading anything else ايه ده استنا اوه لا سوري ايه لو التوكن مش بنضل رجع لي التوكن لو بنضل فده المفروض يبقى token وده يبقى loading مثلا ماشي خلينا نشوف كده نافل رن تاني رن يا عم يلا ماشي رن احنا اه بي اه انا مش عارف بي بوسري جميل دوت كوم اه عندنا واحد ننتهت اربعة خمسة تسعة 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 دخل وهو بصه جاب يعني تمام طيب طبعا هي التحدست بس عشان هي في المفروض لو احنا شغالين صح لو اتكاريت اه تحت او دخل المفروض دلوقتي لو عملت كنترول اس الاقي اللو دي تغيرت ليه اللي هو محفوظ في المحفوظ هنا فقلنا كنترول اس كنترول اس دي واحدة في ايه للغلط كنترول اس اه صح ما احنا لازم ايه نرى ان هو هو تحفظ ماشي في ايه كنترول اس ماشي خلنا اهو هو تقريبا ان هو ترود وقف فا اللي هو تخزن فا امام كده احنا كده حفظناه طيب تعالوا بقى نعمل ايه بقى تعالوا نعملها يعني ناخد الدولة دي بقى ونعملها في ملف دي بقى ايه هنا عشان ده هنستخدمها كتير هنسميها مثلا اه الحاجات اللي هي هتبقى مثلا ده هنعمل هيبقى اسمه الحاجات اللي احنا ايه هنستخدمها كده كتير وروح اجيبت دلتين دول هي اللي في اللوجن ديت انا هعملها دلة فين فين دي دلة المفروض هتديها انت هترجعلك وهتاخد منك هيبقى صيبة هناخد دي كده كنترول اكس ماشي ونروح للشارت بريفس هنا وهنعمل دلتين المفروض برضو هتبقى فيوتشر هترجع فيوتشر سترينج فيوتشر من نوع سترينج هسميها مثلا دي سيف توكن ماشي ماشي كده وحط فيها دول ونعمل دي نخليها طبعا ايثينج واويت واويت دي برضو هنعملها كده ماشي التوكن ده طبعا هو هيجيله من هنا هيبقى سترينج توكن تمام كده ده هيبقى عندنا واحدة تلك اللي هي بقى ايه بتجي التوكن فالمفروض هتبقى نفس دي بس سي بقى سي ده هتبقى كده ليه نفس الدلة هتلا هتبقى اللي هي دي جي التوكن كنترول اكس ماشي اتنسح من هنا جي التوكن رجستر فين هنيجي هنا تحت دي ويعمل دي جي التوكن ايه سينك طبعا التوكن ده المفروض هيجيلها هي هتجيب التوكن ده المفروض سخد بها لك سانة لا دي مش هترجع حاجة ماشي دي هتسيف بس انما هنا احنا المفروض هيبقى فيه وهترجع علينا ماشي فالمفروض دي هتجي التوكن لاحقا ايه متروح هنا واجيب لنا التوكن ده هيبقى هنا ماشي ونعمل هنا ايه ماشي عشان ترجع علينا بمفروض دور اللي عندنا واحد اسمها جي التوكن رح اسمها سيف توكن ماشي نروح بقى فين نروح للرجستر فين 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 في الرجستر هنا ولا فين ايوة هنا ايوة فانا عايز اقول له وهي سيدي هقول له هنا save token طبعا مش هتيجي لازم اجيب instance من الكلاز اصلا فوق ماشي بس انا ممكن اعمله static استنه كده عشان نقدر نستعده ونقرر منه instance هل هينفع اه لا لا استنى استنى هات كده هات shared هات share the preferences الاول share the prefs . save طيب هو مش هارف اصلا هو ايدي هندر نعمله on board ماشي . save ماشي يرضي بريفس ما هو صح فالو احنا ينفع ان نخلي ده static لا ايوب هينو نشوف كده احنا راحنا فين? سيف توكن اهي وادها التوكن. ماشي? التوكن ده اللي هو هنا او ما بيش توكن هم ناخدها ده. فيها تحفظه في التوكن. ماشي? نروح بقى نعمل التاني عبر دوستاتيك عشان نستخدمها ما نغير. ماشي مجي التوكن نصدنا مغير ما نعمل ايه? من العنصر. هروح في الهوم. والتوكن انا مش عايز ده اصلا كده. انا المفروض هنا هقول لها او لا استنى. الانتستات هنا. المفروض هعمل شيرد. شيرد. المفروض هنا هقول له جيت توكن. ماشي وعمل كده. انا كده جبت هنا المفروض هحطه في توكن صح? فالمفروض هحطه في توكن. هنخللنا نعمل هنا برضو اهو بار او سترينج. توكن. تمام واجه هنا اقول له التوكن. هيتسو كده. ده هو معترض لي بقى السي دي. اه اد كاست ليه? طبع هو اصلا التوكن سترينج. وده مفروض بيرجع ايه? هو بيرجع ماشي خلينا نشوف كده انا عندي واحد تاني خلينا نرن الشرد بريفنسس ده بقى تخليك تلعب بحاجات كتير اولعب هي اللي تتحكم في انت لوجن مش لوجن بتقدر تعمل بها فيفورت على الجهاز من غير ما يبقى اونلاين يعني بتعمل بقى شغي كتير بصراحة من الحاجات اللي لا بد من ماشي حضوات دي هستخدمناها فين سنتقفى الرجستر صح او في اللوجن استخدمناها اللوجن اللوجن في لا ما استخدمناهاش في اللوجن استخدمناها في الرجستر فلازم اروح من هنا بها بها سبعة تمانية سبعة تمانية بي بو فايف جيميل دوت كوم واحدين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسعة نفس الموضوع هو هنا السبطيب أوف سترينج وانت عمل له كاستينج طيب هنروح للا فين الهوم فين الهوم اهي طيب انا خلينا اروح هنا لديت ممكن اشيل منها دي وانشيل وانشيل طيب كده نشوف كده برضو هتشتغل ولا ايه نقفل قررنا تاني ونعمل اكاونت سريعا طبعا نفس الخطأ بسبب ان احنا بنلعب في الست طيب انا بقى هقول لكم حل يخلينا نلعب بالموضوع دا لعبة اصلا افضل حاجة يعني بصراحة لان هو لسه ملقاهوش يعني هو مش عارف يجيبه وفي نفس الوقت هو بيتعامل مع دلة ليه فافضل حاجة ان انت انت عارفين ايه اول دلة بتشتغل طبعا هي في دهاتي بس الهوم اهي خلينا نرجع تيكست في بس ايه شايد ايه ماشي هنشيل دا خالص نعمل ايه بقى السي دي هنشيل دا برضو هروح للمين المين طبعا الفكرة كلها في موضوع الست دا ان الرسم بيترسم وتبقى الديتها لسه مرجعتش هروح هنا خالص هروح هنا على المين ماشي هروح اكاريت اكاريت العنصر بتاع ده واخليه والله يمتعني الابعي ريكوست لأ اشيل الابعي ريكوست دي خالص شيل دي برضو هاتلي اللي هي الشير دي بريفس شيل اللي هاخد دي كده ماشي شيل دي مش عايزين للجد هاني هو حاجة افضل هنروح للمين نعمل ايباية سيدي قبل المين خالص هنا قبل ما البرنامج اشتغل هقول له عمل لي شيرد اه سوري شيرد بريفرنسز اسمه بريف ماشي هاسمي كده ده اتعامل لو جنة ريفتها كده هتلاقي موجود ايه شيرد بريفنس عمل لها استدعى هلقي نشيل ده كده خالص ماشي كده هو عمل ايباية بقى عمل عنصر عمل عنصر قبل ما الديني اصلا تتعامل فانت تقدر بقى تعمل ايه اه تجيب ال بتاعه عشان نقدر على فكرة عشان ده احنا نعملها اصلا كده كده المرة الجاية عشان نقول له هو اصلا مسجل والبتاع لا متخزن فيه تمام مفيش مشكلة دلوقتي هو جاب اصلا العنصر ماشي طبعا انت عشان احنا عملنا واحد انا عايز بقى اجيب اقول له البريفس ده ده هو كده خليها اس بريفس ضد اه 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 هقول له بيساوي الاويت طبعا المين عادي ان هي تبقى اسنك عادي فهنخلنا هنا نروح نخليها اسنك ماشي هنخلناها اويت ونقول له يا سيدي بقى هنقول له ان شيرد بريفرنسيز شيرد بريفرنسيز دوت جيت انستانس هو جاب منها كده ايه عنصر تمام انا كده بقى المفروض معايا الحاجة بتاعت المرة الجاية بقى هقول لو هي اصلا فيها قيمة وديه للهوم لو ما فهاش اعرض له اللي هي همفاضل ما بين ايه الستارت هنا عشان استارت ايه بتودى على التسجيل لا انا عايز اودر الهوم على طوب بقى دلوقتي بقى معايا اصلا بريفس ده بقى موجود معايا لو رحت هنا لو رحت الهوم لو رحت الهوم وقلت له بريفس اهو ظاهر اهو ضد جيت بريفس ضد 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 واحدة كده احنا طبعا هلعوز نجيب المين ضد جيت سترينج كي اهو وقل لك كي بتاعك طبعا هو المفروض اصلا لازم لازم نرستر لازم نرستر اه تمام هروح نعمل كريت هقول له مثلا بها واحد جديد مثلا بيبو سبعة بيبو سبعة 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 الاميل بيبو سبعة ات جيميل دوت كوم والباسورد واحدة تلاتة اربعة خمسة سبعة سبعة تمام اهو التوكن بتاعه جاء اهوت وهو كده اشتغل تماما طيب كل احنا نحتاجه بقى هروح نعمل ايه بقى هروح في اللوجن برضو وننهي المحاضرة بتاعت المنحضة عشان طولت اللوجن ونحط وردو الدلالية ايه بتاخد التوكن هنا اللي هي اسمها shared sharedpress dot get sorry safe token والتوكن بتاعك بيجي من body of هنا كده اللي هو التوكن اصلي بس هو ده هي كده فمفروض كده الوجن ورجستر شغل تماما المرة الجيه ان شاء الله بقى هنشوف ازاي نوجه بقى الوقت المفوض لوما بالرستر التوكن معاي اصلي المفوض بقى ما بيبقى ان فيه توكن يدخن على طول ما يجبنش للصفحة دي ماشي ده اللي احنا نعمل المرة الجيه ان شاء الله انتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته